موسيقى السلام عليكم بالنسبة لإكتئاب هو مرض شائع جدا نسبته قد تصل إلى 20% طبعا مجتمعنا لا يوجد دراسات حقيقية نسبة تصل إلى أعلى من ذلك بكثير مرض الاكتئاب الناس لازم تفرق بين الشعور بالكآبة أحيانا أو تعكل المزاج وبين الاكتئاب كمرض كلها نشعر أحيانا بأن مكتئبين أو مزاجنا معكر يعبرون عنها الناس أنه أنا مكتئب هو تعكل مزاج أو فقدان الرغبة بالأشياء لفترة مؤقتة خصوصا إذا كان مرتبط بأحداث الحياة هذا لا يعتبر المرض الاكتئاب كمرض هو له معايير العرض الأساسي بالاكتئاب هو فقدان القدر على الاستمتاع يعني المرض يعبر أنه وين ما راح ما عام يشعر بالمتعة يعني أو الاهتمام مثلا كان عنده اهتمامات أو شغف بمجال ما مثلا بالقراءة بالرياضة بالموسيقى أو حتى بأي شيء هو يفقد اهتمامه بالأشياء اللي كان تعطيه هذا الاحساس الحلو اللي يحسه طبعا هذا عرض أساسي خصوصا إذا يعني طبعا لازم يترافق بأربع أو خمسة عراض على الأقل هي مثل اضطراب بالنوم زيادة أو نقصان اضطراب بالشهية للطعام زيادة أو نقصان بيصير عنده نقص تركيز ويصير ينسى المريض ويصير عنده عصبي هو بيعبر نحن نسميه مزاج مستثار بيصير ينفعل أو يتأثر بأمور هو يعتبرها ما بتستحق بس مع ذلك مقادري منع حاله بتأثر فيها المريض كمان في عرض أساسي هو نقص الطاقة المريض بيصير ما عنده بيأجل ما عنده هالدافع مثل سيدة البيت أنه شغل البيت بيصير عبع عليها كذلك بيصير نقص تقدير الذات يعني عند المريض وثقته بنفسه تخيل طبعا إذا هذه العراض إذا استمرت لمدة أسبوعين على الأقل مؤكد أنه هذا صار مرض وبحاجة العلاج خصوصا غالبا بيكون بلش ينعكس على حياة الاجتماعية على شغله طبعا بدون علاج المريض بلش يفكر بالموت يتمنى الموت وعشرة بالمية من مرضى الاكتئاب اللي ما بتعالجه ممكن يصلوا لحد الانتحار الأمر يعني طبعا إذا بلش المريض يحكي عن الموت أو أنه شايف الحياة ما إلى معنى وعنده رغبة بالموت على الأهل أنه أخذ الأمر بجدية أنه حقيقة المريض قد يكون وصل إلى درجة يعني بعد تمني الموت يبلش ممكن يفكر بالانتحار أو حتى يضع خطط لذلك المرض الاكتئاب هو مرض قابل للشفاء بشكل تام واستجابته لأدوية ممتازة يعني الأهل مجرد أنه يعرفوا أنه هناك أدوية ممتازة حاليا ممكن تعالج المرض طبعا خصوصا إذا ما كان عندهم هذا الوهم حول الأدوية وأضرارها يعني توجه للطبيب استجابة خلال أسابيع يعني بحدود ثلاث إلى ست أسابيع تكون استجابة ممتازة وممكن المريض يستعيد حياته واستعيد نشاطه على كل المستويات